بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أيهما أخطر الوهابية أم الأخوان المسلمون وما هو الفرق بين الأثنين بعد خمسين عاما من احتضان السعودية لحركة الأخوان المسلمين وإقامة علاقات طيبة معها منذ نشوئها عندما زار الشيخ حسن البنة مؤسس الأخوان المسلمين الملك عبد العزيز بن سعود في العشرينات من القرن العشرين قلبت السعودية كما يقال ظهر المجن وبدأت بعادي هذه الحركة خمسين سنة كانت تحتضن هذه الحركة عندما كانت في خلاف مع عبد الناصر وخلاف مع النظام السوري والنظام العراقي والأنظمة المختلفة هي كانت تؤوي الأخوان المسلمين كلاجئين وترحب فيهم كمدرسين ومستشارين وأساتذة في الجامعات وإذا بها مرة واحدة ولسيما بعد وصول الأخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر في 2012 مرة واحدة السعودية بدأت تهاجم الأخوان واليوم بعد وفاة الرئيس السابق محمد مرسي في المحكمة بدل ما تعزي أهله وتعزي مثلا حركته أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا شديد اللهجة يهاجم الأخوان المسلمين ويصفه بما يلي أن هذا التنظيم إرهابي يضر بالإسلام ويقوض الاستقرار قالت الخارجية السعودية أن جماعة الأخوان المسلمين أصل الإرهاب هم أصل الإرهاب في العالم ولا تمثل الإسلام وتضر باستقرار المجتمعات وكتبت الخارجية السعودية عبر مشور لها في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن جماعة الإخوان المسلمين نشأت في مصر قبل نحو تسع أقود وتعتمد العنف لتحقق مكاسب سياسية وتدعي كذبا أنها تمثل الإسلام المعتدل وعملت على بناء تنظيمات تنفذ الإرهاب على حد تعبير البيان وأضافت أن جماعة الإخوان المسلمين تحرف تفسيرات النصوص وابتدعت فكرة الحاكمية كما أنها تعاونت مع نظام الخميني المتطرف في إيران وتأثرت الثورة التي اختطفها الخميني عام تسعة وسبعين بأدبيات الإخوان المسلمين بحسب ما جاء في ناص البيان وقالت الوزارة أن هناك أن هناك جماعات نشأت من الإخوان المسلمين وهي داعش والنصرة والقاعدة كما تطرقت وزارة الخارجية إلى ما يسمى بالنظرية الإخوانية وأكدت أن الجماعة تؤمن بالوصول إلى الحكم عبر اتباعها تنفيذ كل السبل المشروعة وغير المشروعة وتبيح العمليات الانتحارية وتنفذ اغتيالات بكل من يعارض فكرهم وتؤمن بالعمل السري وزرع العناصر المستترة إضافة إلى التعاون وتبادل المعلومات بين الأتباع من خلال تنظيم دولي يجمعه يعني اتهامات خطيرة جدا ولكن ماذا عن السعودية ماذا عن الوهابية والسعودية التي تركب الحركة الوهابية وتستغلها خلنشوف هالأوصاف تنطبق عليها ولا لا بعدين نجي نقول لماذا تعادي السعودية الأخوان المسلمين خمسين سنة ما كان تعرفهم كانت تحتظنهم وتؤويهم وتساعدهم وتدعمهم وكل شيء مرة واحدة صاروا دولي إرهابيين وصاروا هم ما يمثلون الإسلام يعني من يمثل الإسلام سعودية تمثل الإسلام يقول دولي أصل الإرهاب سعودية ما عنده علاقة بالإرهاب أبدا حركة بريئة ودولة ديمقراطية جدا وما تعرف الإرهاب أصلا وداعش اللي هم وكلهم وهابيين فكر وهابي ورجال وهابيين وأموال وهابية سعودية هذه ما علاقة بالسعودية ولا بالوهابية ذول علاقة بالأخوان المسلمين أنا لا أريد أن ينزه الأخوان المسلمين تماما ربما لهم أخطأ أيضا وهم ربما يعترفون أو بعض فصائلهم أخطأت ولكن أريد أن أعمل مقارنة بين هذه بين هذين التنظيمين أو الحركتين ولا ولا تمثل الإسلام يعني هم ما دعوا أن يمثلون الإسلام بينما السعودية والفكر الوهابي دائما يقولون نحن المسلمون قديما وحديثا إذا تراجعون الأدبيات الأخوان دائما كانوا يقولون نحن المسلمون وأنا المسلم حتى أدو مواقع على الأنترنت أنا المسلم فقط وهم المواحدون وغيرهم مشركون العالم الإسلامي كله دولا مو مسلمين ولا أهل سنة ولا شيء فقط هم أهل سنة الأصليين وفي مواقع كثيرة وأنا كتبت أدة مرات وتحدثت عن ذلك أدة مرات السعودية تقول أن الأشاعر أساسا دولا يعني مو أهل السنة أهل السنة فقط هم الحنابلة والدول يعني من باب المجاز يعترفون فيهم من أهل السنة وأما بقية الفرق فدولا خارجين عن الإسلام وتضروا باستقرار المجتمعات يعني الحركة السعودية أو الدولة السعودية التي تزرع الإرهاب في مختلف البلاد الإسلامية يعني في أفغانستان عندها نشوء القاعدة من كان يمول القاعدة من كان يدير القاعدة لم يكن الخاشقشي مثلا مندوبا على المخابرات السعودية وأبن لادن المدعون كان من السعودية اللي هو ذهب إلى هناك والتحشيد الإعلامي والمالي والسياسي اللي عملتها السعودية خدمة لمخططات أمريكا لمقاومة النفوذ السفاتي في أفغانستان تقريبا يعني الحركتين يعني حركة حركة الأخوان حركة الوهابية صارت لثلاث قرون تقريبا وثلاث دول أقامت دولة في القرن الثامن عشر ودولة في القرن التاسع عشر وهاي الدولة في القرن العشرين في ألف وتسعمائة وواحد وكذا بدأ بدأ عبد العزيز بن سعود يمهد لدولته أول مرة استولى على الرياض التي كانت إمارة عثمانية استولى عليها وفرض نفسه واليا عثمانيا ثم خان العثمانيين في الحرب العالمية الأولى وتحالف مع الإنجليز وانقلب على العثمانيين وقاتلهم وشكل جيش الأخوان الوهابيين الأخوان الوهابيين غير الأخوان المسلمين البدو يعني كان سموهم الأخوان جيش الأخوان الذي احتل بهم السعودية الحالية احتل بهم القطيف والأحساء ثم يعني حموم النجد والقصيم وأيضا الحجاز وعسير وزأر المناطق احتلهم بالقوة وأقام دولته بالقوة والإرهاب والتعاون مع المستعمرين الإنجليز ومن بعد ذلك الأمريكان لذلك كانوا وصلوا إلى السلطة عن طريق ديمقراطي يعني وانتخابات شرعية وشفافة وباعة المسلمين واللي فرضوا نفسه يعني الأخوان لم يفعلوا ذلك يعني الآن أجي أقول الفرق بين الوهابية وبين الأخوان ولا يزالون الوهابيون والسعوديون هم نفس الشي يعني يرفضون أي جزئية من جزئيات الديمقراطية أو التوكيل عن الشعب أو إعطاء أي دور للشعب للمراقبة أو المحاسبة أو النقد أو التعبير أو حرية الرأي أو كذا يفرضين الوهابية على المجتمع السعودي كما فرضت داعش المنطق الوهابي والفكر الوهابي على المناطق اللي احتلتها فهؤلاء أخطر الأخوان المسلمون الذين يعني منذ بداية تأسيسهم يعني آمنوا بالفكر الديمقراطي ودخلوا الانتخابات في العهد الملكي و يعني آخر مرة جاء مرسي أيضا عن طريق انتخابات شعبية ولم يفرض نفسه بانقلاب عسكري ولا بقوة مسلحة وتعتمد العنف لتحقيق مكاسب سياسي كأن السعودية تعتمد السلم والحوار والمنطق في فرض نفسها وتدعي كذبا أنها تمثل الإسلام المعتدل من يمثل الإسلام المعتدل؟ السعودية تمثل الإسلام المعتدل يعني وعملت على بناء تنظيمات تنفذ الأرهاب على حد تعبير البيان وأضافت أن هذه الخارجية السعودية طبعا قاعد تتكلم وأضافت أن جماعة الإخوان تحرف تفسيرات النصوص يعني الوهابية ما تحرف النصوص وفرضين شروط للإيمان والتوحيد ما يخرج من أدها هاي الشروط أي واحد حتى هم الوهابين يمكن ما يطلعون من أدها لأنه تنطبق عليهم وهم يعني من نواقض الإيمان كما يسموها وابتدعت فكرة الحاكمية نفس الشيء السعودية تطبق الشريعة الإسلامية وشريعة تحكم نحن نحكم دائمة باسم الشريعة الإسلامية فما هو الفرق بينهم بين الأخوان أما أن تعاونت مع نظام الخميني يعني هذا أيضا في المزحة حقيقة ما هو تعاون الأخوان طبعا في فصائل مختلفة بالأخوان فصيل السرورية الأخوان السوريين اللي كانوا في السعودية محمد سرورز العابدين هذا أول ما صارت الثورة الإسلامية في إيران كتب كتاب وجاء تهم هؤلاء المسلمين أمه من المسلمين بأنهم مجوز كفرهم يعني برعاية السعودية ومطبعوا هذا الكتاب ووزعوا بتنسيق مع نظام صدام حسين في الحرب العراقية في الثمانينات يعني فهم ابتدعوا فكرة يعني التعاون في ناس من عندهم كانوا متعاونين كانوا أصدقاء كانوا يقيموا علاقات طيبة مع الثورة الإسلامية وهذا فالشي يعني يعني فالسيئ من سيئات الأخوان إذا هم تفاهموا أو تفقوا أو تعاونوا مع النظام الإسلامي في إيران وأن الثورة الإيرانية اختطفها الخميني يا سادة شل المناسبة بس يردون يعني يكبرون هذا أنه اختطفها الخميني فيه ثورة شعبية بقيادة الخميني وأصبح هو قائد هذه الثورة كيف يعني اختطفها يعني لازم يجي واحد وهابي يحكم حتى نقول أنه هاي الثورة مو مختطفة واحد مثلا سعودي يجي أمير يحكم إيران حتى نقول أنه هذه الثورة دا يعني هي انتخبت هذا الأمير ثورة إسلامية وهذا مرجع إسلامي وأصبح قائد هذه الثورة بأدبيات الأخوان المسلمين ما هي الأدبيات النظرية ولاة الفقه اللي طرح الإمام الخميني هذه أدبيات الأخوان المسلمين أم الدستور والحكم الديمقراطي والجمهوري هذا هذا فكر إنساني ما مختص بالأخوان المسلمين وإذا كان الأخوان المسلمين متبنين وهم متبنين هذا الفكر الدستوري الديمقراطي فهذه يعني ما نقبأ لهم وليست يعني في شيء عار عليهم أو في شيء سيء من سيئاتهم واللطيف أنه كل الجماعات الإرهابية نشأت من الأخوان المسلمين داعش والنصرة والقاعدة والسعودين أصلا يدهم بريئة يدهم تماما طاهرة من هؤلاء من هذه التنظيمات الإرهابية في الحقيقة يعني هي حتى الحركة الوهابية وأي حركة عندما تتسع وتكبر وتمتد في أمق الزمن وأمق المكان الآن الخوان المسلمين ربما في 80 دولة إسلامية موجودين فصائل أو فروع لهم هنا وهناك وصارهم على أقل 90 سنة فلا يمكن أن نتوقع من حركة عريضة واسعة وعميقة أمق الزمن أنها تحمل فكرا واحدا أو تحمل رأي واحدا أو تحمل خطا واحدا إنما كطبيعة أي حركة مثل الشيعة مثل عبر التاريخ لا يمكن أن نعتبر الشيعة مثل فصيل واحد وحركة واحدة كأنه شخص واحد هذا لا حركة عندما تمتد في أمق الزمان والمكان راح تشعب وتتطور وتتفرع وتنقسم وتشرد وتصارع وخطوط مختلفة سيارجي ما بين هاته كذلك حركة الإخوان المسلمين انفرزت منها يعني حركات عنيفة أو يعني لم تؤمن بالخط السلمي الديمقراطي ولجأت إلى السلاح وكذا شي طبيعي يعني أي حركة كما أن الحركة الوهابية نفسها فيها فروع وفيها تطورات وفيها ناس يكفر بعضهم بعضا وأيضا حتى هناك فصائل من حركة الحركة الوهابية تؤمن بالديمقراطية تؤمن بالشورى تؤمن بالديمقراطية ولكن مقموعة ومضروبة يعني حركات معارضة بعضها على يمين النظام السعودي تكفر حتى النظام السعودي وبعضها على يساره تقول وتنادي وتطالب بالديمقراطية والانتخابات وتمكين الأمة من السلطة وليس احتكار السلطة بيد عائلة واحدة وبيد شخص واحد مو فقط عائلة واحدة الآن بينما الأخوان المسلمين على كال كانوا حزب ولم يكونوا عائلة يعني يتوارثون السلطة والمكانة حزب عريضه في مكاتب سياسية وفي مجلس شورى وفي كذا وفي تطور ديمقراطي في داخل الأخوان المسلمين وتبادل يعني للآراء وفي ناس يطلعون عنهم وناس يعني يختلفون معهم وهذا كل وارد في الحركة وربما أيضا ترتكب أخطاء مو مشكلة يعني ترتكب أخطاء يمكن تحاسب أي أي شخص ولكن ما يمكن يعني وضع كل من كان يمت إلى الأخوان بصلة في سلة واحدة كما يقولون وإنما يجب أن ننظر إلى التطورات اللي حاصلة هنا وهناك فأحنا نشاهد هناك أخوان المسلمين أيضا لابد من يعني هذه النقطة أنه عندهم منشئين منشئ صوفي في بداية تأسيسهم ومنشئ سلفي تأثر بالحركة الوهابية قسم من عندهم سواء سواء في مصر أو في سوريا أو في سعودية نفسها في ناس يعني يؤمنون بالخط التطور الخط الصوفي إلى خط ديمقراطي وناس يؤمنون بالفكر السلفي التكفيري الذين يكفرون مثلا وبناء على ذلك علاقاتهم مع سعر المسلمين سعر الأحزاب تختلف من حزب إلى من شخص إلى آخر ومن فصيل إلى آخر ومن وقت إلى آخر أيضا وهم شيء أنه حركة الثورة المصرية التي انطلقت في 2011 كانت تنادي بالديمقراطية وترفض الحكم العسكري والأخوان اختلفوا في ركوب هذه الموجة وباعتبارهم أكبر حزب ربما كانوا في مصر حزب منظم البعض ارتقى أنه حان الوقت أنه يقطف ثمار نظالهم الطويل سبعين ثمانين سنة ويرجحوا الانتخابات البعض عارض من قياداتهم عارضوا قالوا لا الآن نحن ليس من الصالح لأن هذه لعبة وهذا فخ ويقضون علينا ولا نتحول من حركة دعوة الإسلام إلى الحكم رح نحترق ورح ننظروا وهذا ما حدث بالحقيقة يعني ربما استعجلوا بعضهم استعجلوا ف يعني ركبوا هاي الموجة ولكن من حكم من حكم يعني ما ممكن واحد يدينهم لأنهم ساهموا بالانتخابات ورشحوا أنفسهم وفازوا بالانتخابات وفازوا بأصوات عالية جدا أكثر من 50% 52% وهذا من حكم ثم أن الحركة في تركيا أيضا مثلا في تونس في المغرب أيضا شاركت بالحركة الشعبية التي تنادي بالديمقراطية وكانوا أبرز التنظيمات الموجودة في تلك الساحة وفازوا في تركيا ما جاءوا للسلطة بانقلعاب عسكري ولا مثلا باغتيالات ولا بأعمال إرهابية وكذلك في تونس وكذلك في حركة النهضة في تونس أقصد يعني وفي المغرب وفي ربما في السودان فصيل منشك عن حركة الأخوان اللي هو حسن الترابي تحالف مع أمر البشير وقام بانقلاب أسكري على النظام الديمقراطي اللي كان اللي كان موجود في الثمانينات بعد الثورة الشعبية التي حصلت في السودان على نظام الصادق المهدي وكان الأخوان المسلمون فصيل معارض يعني فصيل صغير بالحقيقة حسن الترابي استطاع أن يعني يكتسح الساحة السياسية الإسلامية يعني هذا تطور جيد أن الأمة العربية والإسلامية تطالب بالديمقراطية وأن حركات إسلامية أيضا تغرط في هذه الحركة و يعني تقوم بعرض نفسها على الشعب والشعب ينتخبها ما في مشكلة سيمكن نحن ننتقد محمد مرسي على بعض سياساته بعض مواقفه بعض أقواله هذا ممكن أي واحد ممكن يختلف مع أي شخص أي رئيس أي حزب أيضا ولكن الشيء الأساسي بالحقيقة الشيء الأساسي في حركة الأخوان المسلمين بغض النظر عن ملحظاتي الكثير وأنا كنت أنتقد محمد مرسي في أيام ما كان هو في السلطة كان يعني أي إنسان يمكن أنتقد هذا عادي يعني ولكن الشيء المهم في الحقيقة الذي قام به الأخوان المسلمون هو أنهم دعموا النظام الديمقراطي وجاءوا عبر الانتخابات رغم أنه بعد ما سيطروا على السلطة ربما سلقوا الدستور سلقا يعني سوا دستور جديد ولكن ما ضم كل فئات المجتمع أو كان فيه عيوب وثغرات أو حاولوا السيطرة تماما على السلطة يعني ملاحظات سياسية يجب أن نفرق بين الملاحظات السياسية والانتقادات السياسية وبين العمل الدستوري الإنجاز الدستوري يعني ملاحظات كثيرة يمكن واحد ياخذ كمواقف سياسية ولكن نجي على الجانب الدستوري عائلة مسيطرة على السلطة بالقوة والإرهاب منذ أكثر من مئة عام وترفض السماح للشعب المشاركة السياسية أو التعبير عن الرأي أو النقد أو المحاسبة أو المراقبة ومو فقط للشعب حتى الحركة الوهابية اللي هما يستغلوها وراكبين عليها ما لها أي حقوق ذول ما يسمى بكبار العلماء والحركة إمة المساجد والوهابين والأمن وعروفين يعلمون كل هال الناس اللي ينتمون لحركة الوهابية ما عندهم أي حقوق ما عندهم أي حرية ما عندهم أي قدر من الإنسانية حتى وأيضا حتى العائلة الحاكمة يعني مختصرة وملخصة فيه رجل واحد وهذا رجل كبير ابن يدير الأمور كلها ويخطط للسياسات ويفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون الناس البقي إذا اتكلموا وكذا يعني محتل منصب الإله سبحانه وتعالى مثل أنه فرعون صاير طيب هذا النظام الدستوري هذا أخطار من إنساني اللي يقول لك أنا أؤمن بالنظام الديمقراطي أيه أخطار رغم كل ملاحظاتك عليه هو عند ملاحظات عليك وأنت عندك ملاحظات عليها ماكو واحد يخل من أخطاء وسلبيات ولكن الاتفاق على احترام كلمة الأمة وعلى الالتزام بالنظام الديمقراطي والوصول إلى السلطة بطريقة سلمية عن طريق سناديق الاقتراع وإذا شعب مرادهم بعد فترة يمكن يسقطهم أنا أقول ما حدث في 30 يونيو 2013 كان انقلاب لأنه كان مخطط ولم يعطى فرصة حتى يحكم يعني سنة واحدة بعد ما لمسوا شي رأسا سقطوا بهذه الطريقة والآن السيشي صلى ست سنوات يحكم أحد ما يقدر يتنفس ولا يقدر يعمل أي شيء فذهب يعني سقط النظام يعني نحن لا نأسى كثيرا على سقوط محمد مرسي كشخص وإنما نأسف ونأسى ونتأسف على سقوط التجربة الديمقراطية المصرية مصر كانت في طريقها إلى يعني ترسيخ نظام مدني حكم مدني ديمقراطي في تعدد أحزاب وفي محاسبة وفي مراقبة وفي كذا كان يعني كانت بعد أقود بعد 50 سنة من الدكتاتورية وحكم الحزب الواحد أو الشخص الواحد كانت مصر تحاول النهوض يعني تحاول أن تصلح الأمور عن طريق الديمقراطية وإذا بآل سعود وآل زايد يتآمرون على الشعب المصري ويتحالفون مع جماعة بالجيش المصري لكي يقوم بانقلاب ويسقطوا هذه التجربة الآن مرسي راح توفق ماذا بعد مرسي يعني أين الديمقراطية في مصر أين حقوق الشعب المصري ولا نسأل عن حقوق الشعب السعودي الآن ففي الحقيقة آل زايد وآل السعوديين اللي هم كانوا محتضنين حركة الإخوان المسلمين أقصد فقط السعودية أكثر شي حتى حتى ابن زايد والشيخ زايد كان عنده علاقات مع الإخوان وكان جايب واحد حتى مستشار إلى أو مدرس حتى لمحمد بن زايد ولكن لماذا يكره محمد بن زايد الإخوان المسلمين لأنهم يطالبون بالانتخابات وبالديمقراطية وهذا مطلب شعبي هذا مطلب الإخوان المسلمين ولكن هو يلقي اللوم عليهم فقط السعودية أيضا لماذا بدأت يعني انقلبت على الإخوان لأنهم أولا منهجيا صارع تمدون على الانتخابات والديمقراطية وعند السعودية هذه الديمقراطية كفر والحاد وما أكبر من عندها شرك بالله تعالى هكذا يقولون ويؤولون النصوص ويتلعبون بالألفاظ حتى يقولون احنا نحافظ على التوحيد واحنا المسلمين نخلص وزال الناس بكل من حرفين الذين يطبقون الأنظمة الديمقراطية والشيء والشيء الثاني أنه هذا النموذج الديمقراطي الإسلامي السلمي يهدد مشروع السعودية مشروع الوهابية التي تعتمل على العنف والإرهاب والقوة والسيف ولا تفكر بغيرهما وأنا ما أتحدث عن الجرائم السياسية أو الأخطاء السياسية سواء عند السعودية أو عند مثلا أخوان المسلمين أتحدث عن التطور الدستوري وهذا أهم شي في التاريخ الإسلامي وفي المجتمعات الإسلامية لأن السبب أنا في نظري في الحقيقة كما كتبت ذلك في كتابي تطور الفكر السياسي السني نحو خلافة ديمقراطية وكنت أعني بالخلافة ليس الخلافة المعروفة بالتاريخ وإنما خلافة الأمة أني جعلهم في الأرض خليفة بها المعنى أقصد كلمة الخلافة أن الشعب بصورة ديمقراطية عندما يحكم يكون خليفة الله في الأرض ولأنه الأمة الإسلامية كانت غائبة عبر الزمن ومقصية ومهمشة ومبعدة عن القرار ودائما السلطات الحاكمة من الأموين العباسين الأثمانين الفاطمين لغيرهم كانوا يحتكرون السلطة بأيديهم ويتصارعون عليها فيما بينهم النخب الحاكمة فكانت الأمة تنحدر وتنحدر وتنحدر إلى أن انهارت الأمة الإسلامية وتمزقت وتقريبا ذهب مجدها فحركة العودة ونهضت الأمة الإسلامية من جديد كيف؟ نستمر بالصورة الاستبدادية السيطرة على السلطة بالقوة والإرهاب والصراع المسلح على السلطة دائما وأبدا هذا يقودنا إلى جهنم أم ننتهج الطريق الديمقراطي السلمي اللي يخلي الأمة توفر طاقاتها وتحترم بعضها بعضا لا تكفر بعضها بعضا وأيضا تحاول أن تبني كل جوانبها الحضارية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأعتذر منكم ترجمة نانسي قنقر